اشتركوا في القناة الآن بالجدي في ساعة الصباح بده ينتقل لبرج الدلو وعندنا أيضا انتقال الشمس لبرج الحوت القمر الآن موجود في برج الجدي اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة لغاية صباح يوم السبت والآن القمر موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 10.45 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة للتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 8 دقائق من مساء اليوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعبد القمر الآن موجود في برج الجدي زي ما حكينا لغاية ساعات الصباح فمنظل على طبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين الزهرة وبين بلوتو وهاي تأثيراتها من اليوم 18-2 ولغاية 21-2 ذروتها يوم 19-2 الساعة 5.4 دقائق مساء بتوقيت جرينج بتخلق جو عام من السعادة من ناحية العاطفية وبتأثر على العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 21-2 طبعا هاي بتخلق مصاعب وعراقيل بتحتاج منها بدل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة وحدة وصد دقائق فجرا من فجر اليوم السبت بتوقيت جرينج يعني تأثيرها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم 16-2 طبعا اليوم ذرودها الساعة 2-13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ومستمر تأثير هاي الزاوية لغاية يوم 22-22 طبعا هاي الزاوية نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا ذرودها الساعة 4-17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأبكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ ساعة 4-17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام ساعة 35-34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 35-34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلاص بنتقل وباستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الصباح منشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد الانتقال هي أول زاوية زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون الساعة ثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثير هاي الزاوية من ساعات العصر ولغاية ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب أو بيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل الحدث اللي راح يصير اللي هو انتقال الشمس للحوت اللي طبعا هي مساء اليوم السبت ثمنتاش اثنين في تمام الساعة عشر وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش راح تنتقل الشمس من الدلو للحوت ورح تضل موجودة فيه حتى مساء يوم الاثنين الساعة تسعة واربعة وعشرين دقيقة من مساء يوم الاثنين عشرين ثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل يعني خلال الفترة ما بين ثمنتاش اثنين لغاية عشرين اثنين هاي الفترة بيجتازوا يعني موليد الابراج المائية اي الحوت والسرطان والعقرب ومعهم موليد الابراج الترابية العذرة وبرج الثور والجدي فترة ايجابية افضل بكثير من فترة الاسابيع الماضية اكثر المتضررين من وجود الشمس في برج الحوت هم موليد برج الحمل والميزان واقلهم اللي هم موليد برج العذرة طبعا هي بتعطيهم ايجابيات على مستوى الشراكة ولكن بسبب نقص الطاقة عندهم بيصير بعض الخلافات او المشاكل او بتكون عندهم حدية بالطباع والعصبية طبعا الحلقة بالتفصيل عن انتقال الشمس صارت موجودة على القناة بتقدروا ترجعوا لها عشان تعرفوا كل برج وايش بده يستفيد وايش بده يحذر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية ما بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون دروتها الساعة عشر وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثير هاي زاوية من ساعات العصر ولغاية صباح يوم الاحد بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والاسنان الاوتار الاربطة الجلد والشعر الطحال وجهاز التوازن هاي الاعضاء تأثيرتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح هي الاكثر حساسية يعني عمليات تجميل اليوم او اي شيء لعلاقة بالشعر لغاية ساعات الصباح لا يصلح اما من ساعات الصباح وطيلة النهار بتصير هاي الاعضاء عادي ما فيها اي مشاكل ولكن بيصير بدالها بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية هاي اللي بتصير اكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يعني يوصى باجراء العمليات الجراحية ولكن دون الاعضاء اللي ذكرناها باوقاتها من ساعات الصباح وما بعد بصير مناسب لعمليات التجميل والحقن والجراحة برضو يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح يستقر في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين عشرين اثنين بيبدأ في تمام الساعة ثنتين صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة اربع وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها لبرج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة ودقيقتين صباحا بصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير تلتعاش في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو ورح تنتقل للحوت ورح تضل في الحوت لغاية عشرين ثلاثة ممتحسي بنسبة خمس وعشرين في المية اليوم القمر في الجدي وبدو ينتقل لبرج الدلو ورح يضل في الدلو لغاية عشرين اثنين سعيد الان بنسبة خمس واربعين في المية في ساعة الفجر بترتفع نسبة السعادة لسبعين في المية وبيكمل طيلة النهار على هاي النسبة عطارة في الدلوة حتى يوم 2-3 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 منتحس بنسبة 5% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوة حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% برنس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن لغاية ساعات الصباح بتظل هاي الأوقات مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي إنه تحاولوا تضبطوا أعصابكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاولوا أنكم تبقوا واحدين تعتبر هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا وبتكثر فيها الاتصالات والمواعيد واللقاءات برج الثور من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعض موليد برج الثور يذهبوا في رحلة أو يروجوا العمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها فترة من الآن لغاية ساعات الصباح فيها نجاح وحض حتى على المستوى العاطفي والعائلي من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجهوا أمر شوي يكون معقد حاولوا أنك تلتزموا بالمسئوليات خلال هذا اليوم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء من الآن لغاية ساعات الصباح بظل تركيزكم على تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النطقات المتصاعدة وما تغامروا ماليا سارعوا في تهديث الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات اليوم بيحمل لك لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة في مجال ما أهم شيء كل يوم تتحركوا على مختلف الأصعاد برج السرطان بيظل الأجواء من الآن لغاية ساعات الصباح مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعك إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري وهي برضو بظل فيها نوع من أنواع السلبية ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة لأنه ممكن تتعرضوا لبعض المضايقات أو الخلافات فبتكونوا تضبطوا عصابكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما تعتبر فترة جيد لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاول سابقة برج الأسد من الآن لغاية ساعات الصباح أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاكم وراحتكم كونوا منظمين وأحسنوا إدارة تعملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم حاولوا أن تسيطروا على أعصابكم وانفعالاتكم وما تفرضوا سلطتكم على أشخاص اللي بيتعاملوا معاكم خلال هذا اليوم بأكملوا أما من ساعات الصباح فالقمر بصير موجود مقابلكم تماما بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا كلام ولا توجهوا ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحم بتحمل هاي الأيام ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحاول تضبط أعصابك عشان تنجح الأمور وبدك تحافظ على هدوءك وما تكون عدائي برج العذرة من الآن لغاية ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتمفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاولوا أنك تصحيحوا الأخطاء أما من ساعة الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم شيء ما تهملوا صحتكم حاضروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب بتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعروا بالتوتر برج الميزان من الآن لغاية ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلية أو منزلية أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بتكترعوا وضعكم الصحي بشكل جيد أما في ساعات من ساعات الصباح وما بعد هنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج العقرب من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبكون هذا يوم المناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران ابتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر لإلك الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتهي القدراتك أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهمش أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك وما تخالف القوانين واحترم المواعيد التزام والتزاماتك المهنية واهتم بعائلتك برج القوس من الآن لغاية ساعات الصباح بتظل الفرصة ممتاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن يتفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات طبعا ما تغمروا ما تجازفوا دون التدقيق بالتفاصيل أما من ساعة الصباح وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة جدا للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك للنقاش للحوار ممكن تقوم برحلة عمل أهم إشي أنه ممكن تتحرك بمناسبة أو حدث معين أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجديد من الآن لغاية ساعات الصباح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا هاي الساعات بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة والواقعية بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيد وتنظيم ميزانيتكم أهمش أنه ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو من الآن لغاية ساعات الصباح بظل الجو بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرتكم لحد الركود ممكن تلغوا مشاريعكم أو تعانوا من تراجع معنوي أو صحي لا تحسموا أمر لأنها هاي الساعات ساعات سلبية مخيبة بالآمال وممكن تندموا على أي خطوة بتقوموا فيها أما من ساعات الصباح وطيلة النهار بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم لأن القمر بصير خلص وصل لعندكم بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وبتمارسوا جاذبية لا تضاهها بتقدروا اليوم تبدأوا مشروع أو خطة جديدة وبتمتلكوا الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وتعتبر هاي الفترة بتحمل لكم خبر سار برج الحود بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن لغاية ساعة الصباح ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفلوا بنجاح أو تطور علاقة وممكن يتعززوا شعبيتكم وتحصدوا أرباح وتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب أو المعارف لجانبكم من ساعات الصباح طبعا القمر بوصل لبيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء تتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فبتك تحاذروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك لأن القمر في بيت متاعبك يومين وربع بدك تتحملهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر